سبرايز الله لا يشبعك مورينيو تخليت عن إبراهيموفيتش من أجل السهلاوي كافو يا مورينيو كافو جورجينا زوجة كريستيان ورونالدو لا أفكر بالمزيد من الأولاد زي ما بدك يا حياتي تكيش تخلفي تكيش تجلي أنا بجلي عادي تكيش تكنسي أنا بكنس ما في مشكلة والله البرع مقرب لقام عشر تعرفش كيف أنا لا أفكر بالمزيد من الأولاد باي حظك يا رونالد نروح للخبر الثاني أرسنال ينتصر بالثلاثية خوش خبر أرسنال ينتصر أو يمكن إشاعي يا أخوان ما حدا يصدق أنا بأخباري مش موثوقة يعني هذا الخبر يمكن إشاعه ما حدا يصدقه بسرعة سكاي سبورت إشبيليا يبعث رسالة مهمة لبايرمينيخ والله بتحكي جد إشبيليا بعت رسالة مهمة لبايرمينيخ طب بايرمينيخ شو بعت لأشبيليا هم؟ شو بعت يا سكاي سبورت بعت لهم رسالة بايرمينيخ كمان بعت لهم رسالة أقي الغالي أين؟ أين؟ انتبهنا نفسك يا زعيم أين؟ تمام؟ أين؟ تخوفنا دا حين لا 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 تخوف غطلنا تسعين من الغرماء أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد وهم حاقة سلاحك يبقى باستعداد الحمد الله ولا تطق بأي شخص ولا تنسى الشخص الذي قرأ أه؟ لا أسألتك بالله لا سكاي سبورت كيف سيكون البرشا من دون ميسي؟ زل خارة والله سكاي سبورت برضو سكاي سبورت لاعبي منتخب انجلترا يشربون الحشيش طب الواحد بشرب حشيش عشان ينسى همومه عشان ينسى اللي صار فيه طب انتو ليش تشرب الحشيش؟ مهموم محتار يعني شو بدك تركب اللامبرغيني ولا الفورد مستينك؟ بايرينا ميونيخ ينتصر بسداسية نظيفة على مركز طيور الجنة اللي تحفيظ القرآن بروسيا دورتموند يبحث رسالة مهمة ليش بيليا؟ بروسيا دورتموند يعلم بأن العدائي جامايكي يوسيم بولت سوف يشارك فيه تدريبات الفريق غدل والله فكرة حلوة هاي منه سريع يعني أول ما يجي فيك القول يمزك الطابع ورررر يروع عالسنطر بسرعة عشان تلعبوا بلكن بلكن حطو طقوال والله فكرة حلوة يعني ست قوال ننخذهن في ست ثواني وكعنا لهال مراتا يدق باب ريال مدريد مرة أخرى شو؟ عشان طلعت ندره الأبطال يعني مش رح تشارك فيه؟ دل ترجع ريال مدريد؟ أنا لو كان ريال مدريد ما بقبل عندهم يسطورة بنزيمة ويفكروا يرجعوا مراتا؟ بعدين يا مراتا حاب أقولك بس أنه بنزيمة بعده عنده السديات فكر لك فريق تلك فريق تلك فريق تلك روح على مثلا شو اسمه؟ روح على دور تموت ميح دور تموت بوفون التفكير في مواجهة كريستيانو ورنالدو تجعلني لا أستطيع النوم؟ ديش يا بوفون؟ تخاف؟ تخاف من كريستيانو؟ حت بخاف من كريستيانو ونهالدو؟ خايف؟ أنت مش رح تلعب أصلا رح بقبل المباراة في عشر دقائق رح تنصاب رح يجيك كزيربات صليب بفيدك اليمين الحارس الثاني رح يتبهوق مش انت إصابة ناتشو في مباراة ريال مدريد ضد دلاس بالماس إصابة؟ هذا الموضوع والله بده عاشق بفون متحت البنطلون معناه هنا الأستاذ عاشق بفون و لابس بنطلون أستاذ عاشق بفون و لابس بنطلون يعني الأسبوع اللي ذات إصابة أشرف حكيمي واليوم إصابة ناتشو أكيد مبسوط أنت وفرحان إصابتين؟ أنت قابتك إصابتين وناتشو مبسوط؟ ليش أمبسط يا ابن الحلال؟ ما أنا قلت لك أنا بدي مين ينصاب؟ بدي راموس؟ بدي رونالدو؟ بدي موتريتش؟ أقل ما فيها زيدان ينصاب يعني يخفف علينا شو اسمه؟ دعاوي شو بدي فناتشو أنا وأشرف حكيمي؟ قلت لك بس هذولا بدي ينصابوا و خلص تنحل المشكلة طب يا أستاذ عاشق بفون يعني شاهدنا اللاعبين المصابين كليني وساميخ ذيرا و شلت حصب الله اللي معاهم بلعبوا ضد الميلان يعني وين الإصابات اللي عندكو في الموضوع؟ هذول جبناهم من المستشفى طوالي على الملعب لعبوا تسعين دقيقة تسليكة و رجوا على المستشفى رجعوا يكملوا جولوكوز و يخضوا يبر مش رح يلعبوا مش رح يلعبوا في مبارات اليوفنتي وإذا أصلا ما زبطت معهم مش رح ينصابوا طيب أستاذ عاشق بفون و لبس بنترون شو رأيك باللي عمله بونوتشي؟ يعني انت كيوفنتيتي شو كيف شعورك لما شوف بونوتشي قاعد بيحتفل؟ اللاعب رقم و قللك ليك يا مش عاب شو دا قللك بس انا حاب اوجيه له كلمة يا خاين لك يوم تبتي وتصيح مخموم بس مش حافظ غيرها طيب أستاذ عاشق بفون و لبس بنترون شكرا إلك نتواصل معاك إن شاء الله بعد مبارات دورة أبطال أوروبا طيب هيك راح يجلون ما يموت حرام حوضنا الجمهور انه يموت أستاذ عاشق بفون ايوه في مجال دقيقة؟ او دقيقة بس فضل في عندي هان خبر خبر احكي خبر احكي لك اياه عادي خبر ايه يا شو تفضل طيب خبر عاجل اصابة اصابة اصابة؟ اه جلب ايه اه اه يبدل حلال ونروحة نخل نكمل والله اصابة خبر عاجل اصابة ناي قولان ناجم روما وبذلك لان يلعب مباراة فريقه ضد برشرانه في دور الأبطال والله هاي بركات مين ما احنا عارفين مش كله صار في خربطة في الدعاوي طلق المعلق يوسف سيف في مباراة برشلونة ضد ديشبيليا وللتحدث اكثر عن هذا الموضوع معي هنا برشلوني لو قتالوني استاذ برشلونة لو قتالوني يحكينا كيف استمتعت تعليق يوسف سيف كبرشلوني ايزا مستمتعت ايش مشان الله استمتعت ايش والله جدي بحي بعلق احسن منه ابوي بعلق احسن منه شو هاذا قضا ليها في الامباراة هذا شاف الستة واحد هذا خسر الستة واحد هذا شاهد الستة واحد هذا ما شاهد الستة واحد قضاه امبارات ترجنتين وسبانيا إن انت جاي تتعلق على مبارات مين؟ جاي مبارات شبيليا و برشلونة إيه هذا... فشاف السيتة واحد هذا ما شاف السيتة واحد طيب أستاذ عاشق برشلونة مين عاشق برشلوناتي؟ أستاذ عاشق ئي زمالنا أستاذ برشلونة و قتالونة بدك تحكي إشي عن أمتيتي؟ لا زعلام منه زعلام منه؟ زعلام من نه بديش أحكي هو زعلام منك كمان زعلام منه مبيدي أحكي ما أنقلع ما أنقلع مبيديش بما إنه بكرة القمة المرتقبة يعني مباراة ريال مدريد و يوفنتوس معي هنا المشجع مدريدي لو قطع وريدي للتحدث عن هذه المباراة استاذ مدريدي لو قطع وريدي سلام عليكم السلام و رحمة الله في مجال تحكي أنك كيف استعداداتك لمباراة بكرة يعني و عندكو صابتين عادي عادي و صابتين ما باتري نات شو و أشرف حكيني يعني ما في تأثير على الموضوع ما في خوف في خوف يعني لي لا لا ما في خوف إنكو تخسروا منه مابري خوف صديق مابري خوف نهيه نهيه خوف أم لازم خوف احنا خوف مابري خوف شوفت الشباب قبل شوية بدعوا ذدان ورونالدو وبنزيمة ماشا الله، ماشا الله الله يقوي مانكو يا شباب الله يقوي مانكو ماشا الله ما بيقصروا وسهآ إن شاء الله في جيبوا kinda EU 42 مع الجمهور رونالدو مرونالدو باطلاص ما بدعيها أسلم نس ساعة بس بعدين بيرجع بكتور هه أسلم نس ساعة هو بك أمك لا هو انا ملي اجدخل انا والله ملي اجدخل و الى هنا وصلنا لنهاية هذه النشرة اتمنى ان تكون عجبتكم هذه الحلقة نلقاكم يوم الجمعة ان شاء الله في برنامج اخبار كرة القدم والسلام عليكم و رحمة الله هلو و كيف حاجة اخباركم ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم المقطع بداية اهم بحب اشكركم كل اياتكم بحبكم كلكم كلكم وصلنا الى 40 الف مشترك و ان شاء الله نستمر وننصل اكثر من هيك جد شكرا لكم و شكرا على التعليقات الرائعة تقريبا بقرأ كل التعليقات تعليقات ولا ارواع و من الناس ولا ارواع كلامكم كتير بحفز بشجعنا على الاستمرار ثانيا صوت الغاز اللي كان طالع في الفيديو تحديدا عند مشجع مدريد لو قطع وريدي هذا مش عارف كيف طلع لي صورته و مش منتبه انه في صوت غاز برا و انا بمنتج سمعته ذاقت صح ذاقت احبطني قد خلينا اصور مشهد مش عيد المشهد اصور مشهد ثاني بس بلكن تحسنت الصورة صورته و طلعت بطور غلط قزاز وجه وقع من الاحباط فقلت خلص مش مشكلة حبايب قلب هذول بستحميلونا ثالثا بحب احكي لكم انه هذا مش كل شي ان شاء الله رح يكون فيه احسن من هيك انتو دعمونا بلايكات مشاركات كومنتات تكون رهيبة و بالنسبة للبرنامج لنشرة الاخبار ان شاء الله رح تكون اثنين وجمعة بس حاليا يمكن ما اقدر انو انا مش عاد كيف عملتها يوم الاثنين هسا من هان تقريبا لأسبوع يمكن أسبوعين مقدرش عملها كل اثنين يعني كل جمعة ان شاء الله بس كل اثنين ما ظنيتش ليني مضغوط اهلي كبست معهم صار بدهم يعملوا افديت للدار و انا بناقل عفش وبنزل عفش و مشغول مشغول جد مشغول فبتمنى تعذروني ملاحظاتكو بقراءها و ان شاء الله رح اخذها بعين الاعتبار نهاية انا اتمنى يكون عجبكو الفيديو ان شاء الله تدعمونا بلايكات واشتراكات ومشاركات مشاركات لاصحابكو على الواتساب على الفيسبوك وين ما بداك نشور على الغسيل ان شاء الله المهم من انشور محاديش حط بسك لايك وبعرف انو الاغلب بدياني عمل فقرة اسألني ان شاء الله رح اعملها بس جد هسا شوي مضغوط رح اعملها ان شاء الله عن قريب لانو في ناس تعرف الشغلات الكثير عني ولازم تعرفوا كثير شغلات عني اتمنى تضيفوني على الاسناب وعلى الانستجرام وضيفوني على الفيسبوك واي ملاحظات بعتولي على الانستجرام او الفيسبوك او سنابشار والسلام عليكم